كشف النائب ظافر العاني عن معلومات تفيد بوجود ميليشيات غير عراقية وبدون علم الحكومة في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل تعمل على منع العوائل النازحة من العودة إلى مناطقهم التي تركوها مجبرين مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل والوقوف على حقيقة ما يجري هناك هناك ميليشيات ليست عراقية تتواجد بدون علم الحكومة تتواجد في جرف الصخر وهي التي تحول دون عودة الأهالي لهذه المنطقة اللي انطلبها من سيد رئيس الوزراء شكل وفد برلماني سياسي أمني من أهالي جرف الصخر الذين مضى على تحرير مدينتهم سنوات ويمنعون من العودة إليها العاني وفي مقابلة مع الحرة أكد أن العراق ما زال بحاجة إلى بقاء القوات الصديقة في إشارة واضحة للقوات الأمريكية لأجل التدريب وتقديم المعلومات والمشورة العسكرية نحن نعتقد أن العراق ما يزال بحاجة إلى قوات صديقة للعراق بتفاهمات مع الحكومة العراقية على الأقل لأغراض التدريب والأغراض المساعدة العسكرية والمعلوماتية حكومة بابل المحلية وعلى لسان رئيس لجنة الأمن نفى ما جاء على لسان العاني وأكد أنها معلومات غير دقيقة وأن القوات المتواجدة في جرف الصخر هي قوات عراقية مؤكدا أن الحكومة لا تمانع من عودة العوائل النازحة شريطة أن لا تكون من العوائل المتعاونة مع الإرهاب ومن تلطخت أيديها بدماء العراقيين هذه التصريحات أعتقد هي غير دقيقة ومن الطبيع جدا أرض جرف النصر هي موجودة الآن وكل المقاتلين موجودة ومن الطبيع جدا أن يزور هذه الأرض أو المقاتلين الموجودين هناك أينما أي من المسؤولين العراقيين نحن لا نمانع من عودة العوائل شريطة أن لا تكون هذه العوائل هي ملتخة أيديهم أو متعاونة مع المجامع العرابي وفي ظل وقوع العراق في دائرة التأثيرات الإقليمية يرى مراقبون أنه لا بد من بقاء القوات الأمريكية في العراق على الأقل لتقديم الإسناد وتدريب قوات النخبة ومكافحة الإرهاب لما تمتلكه هذه القوات من خبرة في ساحات المعارك وميادين القتال أن العراق لا زال يدرب قواته ولا زال بحاجة ماسة إلى تواجد قوات ومستشارين يمثلون جانبا من الرعاية والتأهيل الفني والعلمي والإداري وحتى يمثل عامل اطمئنان للقوات العراقية خصوصا قوات مكافحة الإرهاب أو قوات النخبة التي تقاتل في الخطوط الأمامية انسحاب القوات الأجنبية أمر يعود إلى الحكومة العراقية حسب الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن في وقت يتخوف مراقبون من انسحاب القوات الأمريكية الذي سيفسح المجال لنفوذ إيران في الداخل العراقي من مدينة الحلة ميثم الشماني الخرام